عن موضوع بروني سافر وأكسم بالله كلام خبر مجرد تماما أنا أكثر للناس احتراما لنادي الأهل والجمهير للنادي الأهل وللزمالك وجمهير الزمالك للقمم في كرة القدم لكن كالعادة الإرهاب من وسائل السوشال مادئ أنا شفت هجوم ما شفتوش في حياتي وشتائم ما شفتوش في حياتي وسباب ما شفتوش في حياتي على خبر قلته المشكلة أن البعض ربط أن الأهل كان عنده مباراة إفريقية في المغرب ساعتها وممكن ده يكون خطأ مش يعني مش حبرأ نفسي لكن مش مقصود يا أبدا الخبر جيه في وقته لو ما قلتهش جيره حيقوله فقالك ده بيهدم في الأهل قبل مواجهة إفريقية وللأسف الشديد خرج بعض الزملاء الإعلاميين الكبار المحترمين سواء في قناة النادي الأهل أو في قناوات تانية وهجموني وقاله ومش عاده يا جماعة أنا بفتخر بقى أصدقائي في النادي الأهل بفتخر ببطولات النادي الأهل بفتخر أن الأهل بيمثل مصر في المحافل الدولية ده غير الجماهير والسباب وانت 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 أيها يا جماعة ده خبر قلتركوا خدو سبوه لو أنا ما كانتش صح بعد كده قلوا لأنتوا عايزين قلوا الرجل ده مغرض وقلوا أنا أطلع اعتذر على الهوى حاطلع اعتذر ساعتها وحققوا لازم لأنا أعتذر للجميع في الوقت ده أقول أنا آسف أنا قلت خبر كاذب ولكم مني قالص التقدير وخالص الاعتذار مش عيب لأنا اعتذر لكن بما أن الخبر اللي أنا قلته من شهر فبراير واتهجمت عليه هجوم عنيف لو أنا فتحت السوشال ميديا بس كده وكتبت هتلاقي بدي لكن الحمد لله طلع خبرنا صح وطلع الخبر اللي انفرض بيزي منا من صفح عادل في برنامجنا وطلعت اللي أنا قلته صح وأنه كل اللي عرضوني وشتموني وشتموني البرنامج وسبوني كان هم اللي على خط طب ليه حلونا نشتغل إعلام لم بطل ما تربطش بقى مابين يقولك لا أجماعة صدقوني خلونا نشتغل إعلام مجرد خلونا نشتغل بحرفية بتلقائية خلونا نختلف في وجهات النظر لكن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للودة قضايا اطلع انتقدني في أمري فني لكن مش سهل ان انت تطلع تشتم وتسب وتعمل ليه ليه كل واحد غير مسؤول يقعد يكتب وهكروا الصفحة عندي وكانت شغل أنا شغل أنا طب ليه طب دلوقتي بعد ما بانت الحقيقة بعد ست شهور حق أنا فين وحق من السباب اللي لا متناهي فترة اللي فاتت فيد وانا متأكد اللينا هتعرض لهجم برضو شرسة خلال فترة اللي جاي لكن انا دايما على رقبتي الحق بقوله سواء كان في الاهلي او في الزمان او في اي مكان احنا عاوزين اشتغل اعلام صح لكن بالتوفيق ليه النادي الاهلي فيما هو قادم الاهلي قادر على انه يتعاقد مع افضل اللاعبين وكل اللاعبين يتمنوا اللي هم يمشوا جوار النادي الاهلي بشي لعبوا في النادي الاهلي يمشوا بجوار النادي الاهلي لانه برضو حيتاخد بعض الاجزاء كده من الكلام وقص كده واخد لنا عايزه عشان اشتم واسيب البال لكن ما علينا